السلام عليكم زيكم عاملين اي يا ربكم رب خير? اه النهاردة ان شاء الله هنعمل كده فكرة حلوة جدا. اه من اه عصية مقشة. لو عندك عصية كده مكسورة. اه ممكن تبقى خشب. ممكن تبقى اه معدن. هتنفعني جدا في الفكرة دي. كمان هكون محتاجة معي خيوط كده خيوط مكرمية او خيوط صوف. اه وكمان المكوى بتاعت الشعر. اه ما تنسوش طبعا نحطوا لايك على الفيديو. اه واشتركي في القناة اللي كنت جديدا معنا. وتعليبي قبل ان نشوفوا الفكرة الحلوة بتاعتنا. انا هستخدم في الفكرة اللي معي دي كده الوان اه كتير من الخيوط اللي هي بتاعت المكرمية. طبعا الخيوط دي بتتجمن عند المحلات بتاعت الخيوط طبعا والكلف. اول حاجة هاخد منها قطعة كده مقاس تلاتين سنتي. معاك المصطرة بقى وابتدي ان انت اه يعني اخدي المقاس كده واقصي. بعد بالشكل ده كده هبتدي ان انا اقص اص. احنا هنعمل مع بعض شكل الريشة. آآ شكل الريشة ده طالع ترين دي كده قوي ويعني شكله بيبقى جميل جدا ويبيد دي كده دي كور حلو قوي. يعني احنا هنعمل دي كور حلو كده شكل الريشة. وكمان هنستخدم في آآ اللي هي العصايب تاعت المقاشة زي ما بقول لكم. طبعا نقصيك كده شوية. هبتدي معكم بقى بالطريقة بصوت رائطها سهلة جدا جدا. هناخد الاول القطعة اللي هي اصناها بتقولها اربعين سنتي. هناتنين نوسطين بالشكل ده وبعد كده هناخد اتنين. بالشكل ده كده من اللي هما مقاسهم كان آآ عشرين سنتي. وهنبتدي ان احنا ندخلها تحت القطعة الكبيرة وبعد كده اidisنا نشبكهم في بعض بالشكل ده. طبعا هعمل معاكو كذا واحدة عشان تبقى الفكرة وصلت. هي الفكرة كلها في طريقة تشبيه دي او طريقة التجميع ده. هاخد اتنين كده بالشكل ده ودخلهم تحت الخيط الكبير. وبعد كده همسك واحدة تانية. هشبكها كده وهدخل الطرفين بتاعها الناحة التانية. وبعدين هروح شدين من الطرفين. آآ يعني هنشد كده مع الاتنين في نفس الوقت. وبعد كده تروح يسحباها وحطها على فوق. واحدة كمان. هحط كده آآ هنحطها تحت الخيط الطويل. وبعد كده هروح شبكاهم في بعض بالشكل ده. هي الفكرة سهلة جدا وبسيطة. مش هدخل معاكي وقت. هتنجز يعني على طول وهتعملي كزا واحدة ونشوف دلوقتي بردو مع بعض هنعمل ازاي كده كزا واحدة. بصوا بالشكل ده كده وهنروح سحبين. وهنروح زقنا على فوق. كل طبعا مقطاري من الخيط ده كل ما هتطلع معاكي آآ كبيرة آآ يعني مليانة كده سميكة. هبتزي ان انا ادخلهم كده بالشكل ده واروح سحبة على فوق. لحد ما تخلص معايا كده كلها. او نخلص الكمية اللي احنا عملناها. ده كده طبعا شكلها بعد ما خلصت الكمية اللي معايا ببتزي ان انا اخو كل فتلة او كل آآ كده من الخيط ده. وافككها كلهم كده عن بعض عشان تبقى منفوشة معايا وساميكة. طبعا الخيط المكرمية ده النوع اللي معايا كان متكون من تلات وحدات. يعني لما بفك الواحدة دي يعني بتطلع معايا بتفك التلاتة. من شكل اللي انتم شايفينه ده انا بلفها طبعا عكس اللي هي اللفة الملفوفة عليها علشان تبتزي تفك معايا كده ويطلع منها كل الخيط آآ التلات اجزاء اللي هما مربوطين في بعض. في خيوط بتبقى اتنين بس. وهوريها لكم برضو دلوقتي اتنين بس الملفوفين حوالين بعض مجدولين كده. وفيه بيبقى تلاتة. وفيه آآ بيبقى آآ اكتر من كده يعني اللي هي بتكون سميكة. يعني كده فكيت الجنب الاولاني وبعد كده هبتزي يستغل برضو في الجنب التاني عايز اقول لكم هي ما بتاخدش وقت خالص غير بس في المرحلة دي. ان انت تبتزي ان انت تمسكي كل فتلة كده آآ وتبتزي ان انت تفكيكم من بعض. بس هو ده الوقت بس اللي بتاخده. بعد كده هجي فرشة الشعر كده وابتزي ان انا اسلكها. هنتعامل معاها كده بقى يعني بالروحة. وعملت آآ كأنك بتسرحي شعرية. بالروحة كده هنسلكهم كلهم في بعض. من بعض قصدي. باي فرشة عندك او باي مشت. عشان تبقى آآ مزبوطة معايا كده. دلوقتي جبت معايا المكوى بتاعة الشعر. علشان زي ما انتم شايفين الخيط بعد ما تفك بيكون هايش كده. آآ وما نفوش قوي. فعشان خاطر آآ نزبطه. فهنجيب المكوى بتاعة الشعر نبتزي ان احنا نعمل بالشكل ده. معديكش مكوى الشعر دي ممكن تستخدمي مكوى العادية. اللي هي بتاعة الهدوم هتفرديها قصدي كده. وتبتزي ان انت تكويها من الناحيتين. عشان بس الشعر يكون مفروض معاك ومزبوط. في الاخر طبعا بعد ما بنوع نزبط فيها ونكويها ونسرحها ونزبط كده الخيوط ببتزي ان انا احجيب المقص بتاعي وابتزي بقى ان انا اشيل الزيادات واسقصها. وازبطها كويس جدا واعملها شكل الريشة زي ما بقول لكم. هنزبط الاطراف بتاعتها كل ده طبعا هنشيله الزيادات دي كلها. هيطلع يعني شكلها هيظهر كده في الاخر سيبكوا بقى من الهايشان اللي هي يعني شعرها هايش كده خالص لانا ما نزبطها ونزبط كده الاطراف بتاعتها ونسويها. شكلها هيبان جدا وهتبقى شكلها كده واضح وظاهر ان هي عاملة زي شكل الريشة بالزبط. دي كده كانت اول ريشة واول واحدة عملتها معاك وهعمل معاك واحدة تانية تصوير السريع شوية. آآ دي بقى الخيط اللي انا هستخدمه المرة دي هيكون آآ مجدول كده على اتنين بس مفوش مش كتير قوي يعني مش ملفوفة على تلاتة. بجيب كده الخيط بتاع طبعا الطويل اللي هو مقاس اربعين سنتي. وبس سبطه كده باي حاجة كان برطمان كده تقيل عندي في حطيته. وبعدين ابتديت انها دخل خيوط التانية واشبكهم في بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آآ اللون ده حلوي جدا لونه زي بالشكل ده كده خلصت فوضل بس ان انا ايه? افك طبعا الخيط من بعضه. آآ زي ما بقول لكم الخيط ده كان اتنين في بعض فابتديت ان انا فككه من بعض بالشكل ده. بعد كده هستخدم المكوى بتاعتي وبتدي بقى ان نفرد الشعر. آآ الشعر هنا تحس ان هو كأنه كده مدي على كورلي مش منفوش اوي زي الخيط الاوليني. آآ لا ممكن عفكرة ما تعملهوش بالمكوى ممكن تسبيه كده زي ما هو بشكله ممكن تفردي. بس انا شايفة ان هو لما بيكون مفروض شكله بيكون احلى يعني. زبطته كده بالشكل ده وعمال افريده طبعا وسرحه وزبطه. بعد كده نيجي بقى المرحلة اللي هي بتظهر شكله جدا جدا. مرحلة ان انت تقسقصي كده الاطراف وتشيلي الزيادات. شكله بيبقى حلو جدا جدا. انا عملت آآ يعني كده واحدة وادي التانية. وادي التالتة عملت واحدة بينك كمان. بقى كده عندي تلات. نيجي بقى دلوقتي العصاية بتاحت المقشة او العصاية المكسورة عندك. آآ هبتدي ان انا الف حواليها خيط بس الخيط اللي معي المرة دي خيط خيش. آآ هلف حواليها كده كلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. على فكرة مش هستخدم خالص ولا استخدمت مسدس الشامع في الفكرة دي. بعد كده هبتدي على الطرف هاعد عقد ده علشان خاطر آآ يعني الخيط مايفكش كده معي. بعد كده هعمل بقى تعليقة فجبت كطعة كده من الخيط برضو. وقست المقاس بتاعها. وكان عندي فرع كده لونه اقدر. آآ الفروع دي يعني بتلاقيها في محلات بتاعة الخيط والكلف. هي مش مش زرع يعني لا هي بتكون عاملة زي القماش يعني او استتان او كده. آآ لفته حواليها بالشكل ده. وبعد كده هبتدي دلوقتي ان انا اركب الريش بتاعي كله. كل واحدة جبت لها خيط تاني زيادة وعقدت لها عقدة كده بالشكل من شايفينه ده وركبتها. بقت بالشكل ده. طبعا عملت التلاتة. ركبتهم كل واحدة باللون بتاعها. عملت لها التعليق بتاعتها. ده كده شكلها طبعا آآ واحدة طويلة واحدة قصيرة شوية واحدة اطول شوية يعني عملت مقاسات آآ او اطوال مختلفة. عشان شكلهم في الاخر كده يبقى باين وواضح لما نبتزين احنا نعلقهم. ممكن طبعا تزويدي والطويلة آآ قضي وتملي يعني اكتر من كده كزا واحدة جنب بعض. وممكن ان تكتفي مسلا من تلاتة او اربعة او حاجة. تعالوا نشوف بقى شكلها بعد ما علقتها. ده كده شكلها النهائي بعد ما علقتها عندي. بصوا شكلها تحفة جدا. آآ شيك جدا كمان وبسيطة خالص يعني واي حد كده يقدر يعملها. حد كبير او بانوتة صغيرة ممكن تعملها وازعيني بها القودة بتاعتك. فكرة بسيطة جدا وسهلة زي ما انتم شايفين. يا رب كده كده كون الفكرة عجبتكو. هستنى طبعا رأيوكو وتعليقاتكو. اكتبوا لي طبعا كل الكلام ده كده في الكومنتات. رأيوكو ايه? يارب كون الفكرة عجبتكم. نسنشوش طبعا حطوا لايك على الفيديو. وكمان اشترك في القناة لو كنت جيدة معنا. آآ وفعلي الجرز على علامة الكل. وان شاء الله هشوفكم فيديو جديد مع السلامة.